بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أن تكلمنا في تفسير الآيات من قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وكان الله بهم حليما والآن ننتقل إلى قوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما لما ذكر سبحانه وتعالى بخل البخل وشحهم بالمال وما يترتب على ذلك من كراهية الله لهم وكراهية الناس لهم وحرمانهم من ثواب الله عز وجل قال جل وعلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ما هو الضرر الذي يلحقهم لو تركوا هذه الصفات فإن تركها يسير فماذا عليهم ما الذي يترتب عليهم لو أنهم تركوا هذه الصفات القبيحة واتصفوا بالصفات الحميدة فإنها يسيرة على من يسره الله عليه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر لأنه ذكر في الآية التي قبلها ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال هنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر لأن الله أوجب الإيمان بالله جل وعلا وأوجب الإيمان باليوم الآخر وهما ركنان من أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره لكنه ذكر هذين الركنين الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه ما أهم الأركان لأن الإيمان بالله هو أساس هذه الأركان والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على فعل الخير وترك الشر لأنه يعلم أنه محاسب على أعماله ثم قال جل وعلا وأنفقوا مما رزقهم الله أي ماذا عليهم لو أنفقوا مما رزقهم الله ما الذي يضرهم بل هذا فيه نفعهم وقال مما رزقهم الله فالله جل وعلا يرزق المنفقين ويزيدهم وما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنفق ينفق عليك فلو أنهم أنفقوا لله ووجه الله عز وجل فإن هذا يزيد في رزقهم وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأنفقوا مما رزقهم الله ثم قال وكان الله بهم عليما أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يضيع لهم شيء مما ينفقونه ومما يبذلونه ولو كان قليلا فإن الله جل وعلا ينمي أعمالهم ويربيها وحتى تبلغ مبلغا عظيما من المضاعفات كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني أن الله جل وعلا لا يترك ذرة من الخير لا يثيب عليها ولا يترك ذرة من الشر إلا وقد يعاقب عليها أو يعفو كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولكن الذرة من الخير لا تحتقر بل إن الله جل وعلا يتقبلها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون هذه الذرة حسنة فإن الله جل وعلا يضاعفها له ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله يجزي جزاءا لم يعمله الإنسان بل هو من فضله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان لما تسبب وفعل السبب من فعل الخير ولو كان قليلا فإن الله جل وعلا يقبله ويضاعفه إذا كان خالصا لوجهه جل وعلا ففي هذه الآية الكريمة حث على فعل الخير وعلى أن الخير إنما يأتي بالخير وأن الإنفاق يأتي بالرزق وأن العمل القليل من الخير لا يحتقره الإنسان وقد جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فالخير مهما قل فإنه كثير عند الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان الذي لم يفعل الخير لا قليلا ولا كثيرا هذا لا يبقى له أجر وثواب عند الله لأنه لم يعمل السبب الذي يبنى عليه فضل الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة والذرة هي أصغر شيء الذرة هي أصغر شيء قيل هي النملة الصغيرة وقيل هي الهباءة التي تطير في الهوى فإذا عمل الإنسان خيرا ولو كان قليلا بوزن الذرة فإن الله يجعله له كالجبال أو أعظم من ذلك بل إنه سبحانه يزيده من فضله وإحسانه وقد جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كم تكون المضاعفة الحبة صارت سبع مئة حبة وأيضا الله جل وعلا لا ينحصر فضله وتضعيف بل يضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الحث على فعل الخير وإن قل فما بالك بالفعل الخير الكثير الذي يكون نفعه أعظم وخيره أجزل فإن فضل الله يكون أعظم من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها بمعنى أنه يزيد في أجرها وثوابها ويجعل القليل كثيرا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذا فضل من الله جل وعلا لمن هانت عليهم أنفسهم وهانت عليهم أموالهم في سبيل الله عز وجل ولم يحتقروا المعروف كما في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته